حسب المنوة التوفرة أنه اللاعب وجد عامل نظافة ساقط من الدور الثاني من منزله ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحا كان عنده أصدقاء لكن أصدقاء غادروا في تقريبا حدود الساعة السادسة صباحا اللاعب موجود في المستشفى في العناية المركزة يعاني من عدة كسور معه الآن فريق طبي وإداري من الاتحاد السعودي وحالته تتابع بشكل مباشر من وزير الرياضة وجدوه كما ذكرت ساقط من الدور الثاني وقيل أيضا أن عامل نظافة هو الذي لاحظ اللاعب ساقطا ومباشرة أبلغ الجهات العليا اللاعب ما زال في العناية مركزة ما زال تحت العناية حتى يستعيد عافيته استدعوا أصدقاء لجمع معلومات أكثر حول فهد المولد وما إذا كان هناك معلومات من الممكن أن تساهم وأريد أن أكرر هنا بأن المعلومات هذه هي معلومات غير رسمية حتى الآن من المفترض أن يصدر بيان رسمي ما من المستشفى أو من شرطة دبي لإضاحة أكثر حول حالة اللاعب فهد المولد